يا مساء السعادة على أحلى جمهور في الدنيا وحشتوني قوي عاوز أقول لكم حاجة مهمة إن أسعد وقت عندي وأنا بقضي معيكم يلا بينا نبدأ حكايتنا عن الشخصية الإنسان اللي ما بتتجزقش بمعنى إن الندل يبقى ندل مع أمه مع مراته مع أخته مع بنته يلا بينا نبدأ والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ساجدة خارجة من عند الدكتور فرهانة بخبر حملاته جالها مساج على الموبايل جوزك تجوز عليكي بنت عم ساجدة بصى للموبايل بصدمه وتقول لنفسها لا لا مصطفى ما يعملهاش رجب التاكسي وهي مش قادرة تسيطر على دموحها وهي نزلة على خدها وروحت البيت بسرعة لقيت كريمة مستنياها على باب الشقة وتقول لها وهي بتبتسم كنتي فيني يا ساجدة ده كله ساجدة بابتسامة مزيفة عند الدكتورة كريمة بخضة دكتورة ليه مالك يا بنت ساجدة بتسمت على طيبة حماتها رغم ان احيانا مصطفى بيجي عليها لكن دايما حماتها وقفة معاها وفي ظهرها وتقول لها ساجدة لا مفيش شوية برد بس الحمد لله كتبتلي علاجة ساجدة كتبت على حماتها مستنيا تتأكد من الرسالة الاول كريمة بحنان الف سلام عليك يا حبيبتي اطلعي ارتاحي شوية ساجدة بامتنان لحماتها تقول لها حاضر وطلعت ساجدة شقتها واول لما دخلت قعدت تدور في الموبايل عن صاحب الرسالة اكتر من مرة بس الايميل كان فيه فقررت انها تواجه مصطفى ودخلت تجاهز الاكل وعملت عشاء رومانس وشموع ولبست وتشيكت واستنته كتير وهو تأخر والشك زاد في قلبها اكتر بعد وقت سمعت صوت الباب يتفتح عرفت ان مصطفى دخل فقامت بسرعة قبله واول لما شافها ابتسم لها وقرب منها ساجدة قالت له اتأخرت لي يا مصطفى معلش يا حبيبتي شغل طيب مصطفى بغمزة يقول لها بس ايه الامر ده والجو الرومانسي علشانك يا حبيبي خمس دقايق اغير هدومي واجي لك يا قل تمام يا حبيبي مصطفى دخل يغير هدومي وسبتي لفونه مفتوح ساجدة قربت على الموبايل ومسكته بايد مرعوشة وفتحت الواتساب وكانت رسال بينه وبين بنت عمه اللي كاتبها على الفون باسم واحد صاحبه شافت الرسال وكانت عبارة عن حبيبي انت مجدش ليه وانت ليه ما بتردش هي جنبك انت هتقول لها امتى بقى احنا تجوزنا وانا حامل وكتير من الرسائر اخلت ساجدة الكون ودموحها نزلت غصبة عنها مساحتها بسرعة وقعدت تستنى مصطفى اللي خرج بعد شوية وبصلها بابتسامة وقال لها انا مش عارف اوصف لك فرحتي باني تجوزتك وعايش معايكي في سعادة انا بحبك قوي يا ساجدة ساجدة رغم كل الوجع اللي جواها ابتسامت له ابتسامة صغيرة وقالت له وانا كمان بحبك يا مصطفى طب يلا نرقص ساجدة بدموع محبوسة تقول له اكيد رقصة ساجدة معاه وكانت بتبصره بنظرات كلها عتاب وحزن وهو مش فاهم نظراتها وبعد وقت خلصوا الرقصة وقعدوا يتعشوا مع بعض ساجدة بعد تفكير طويل تقول له مصطفى مصطفى هو بياكل يقول لها نعم يا حبيبتي طلقني مصطفى ساب الأكل وقال لها بصدمة نعم ساجدة بجمود تقول له زي ما قلتلك طلقني بطلي هزار بقى يا حبيبتي انا ما بحزرش يا مصطفى طلقني مصطفى بعصبية طب فاهميني ايه اللي حصل حرم تفتح بيتين وانا بخلصك من مسئوليتي خالص مصطفى بتوتر انت قصدك ايه ساجدة محة نزلت وقالت له انا عرفت كل حاجة وياريت من غير شوشارة كتير نخرج بالمعروف مصطفى انصدم من كلامها وقال لها يا ساجدة انت فاهمة غلط صدقين اللي قلت كده كداب ساجدة ترد عليه بصخرية وتقول له والله طب افتح تليفونك كده مصطفى فتح تليفوني وكان الشاف مفتوح وعرف ان ساجدة شافته انا هدخل انام دلوقتي علشان اعصابي تعبينه وبكرا نتكلم دخلت وثابته وهو كان مصدوم مش عارف يعمل اي رد فعلي وبعدها بشوية دخل على قطه وهي كانت نايمة ومديال وضهرها وهو نام جنبها ولسه هيحضنها زقته بعنف وقالت له ابعد عني مصطفى قالها ساجدة اسماعيني ساجدة بعصبية لو ما بعدتش عني يا مصطفى والله همشي دلوقتي مصطفى نفخ بعصبية وبعد عنها ونامه هو مدي وتاني يوم الصبح مصطفى صحي على صوت خبته والدته وملأت ساجدة افتقرها في الحميم راح يفتح كريمة بدموع ساجدة ثابت البيت ومشت يا مصطفى مصطفى بصدمة ساجدة عملت لها ايه يا ابني زعلها كده كنت عرفت منين انها ثابت البيت مش يمكن في مشواره كريمة بغضب ايه يا ابني البرود ده ما تشوف مراتك فين مصطفى دفل بسرعة يغير ندومه ونزل راح بيت اهلها امها بصدمة ازاي مش لقيها فين بنتي يا مصطفى مصطفى بتوتر والله يا طنت معرف هي خرجت لوحدها الصبح وثابت ورقة عند والدتي تحت انها ثابت البيت اكيد زعلتها يا حبيبتي يا بنتي انا هنزل ادور عليها نزل مصطفى ووالدتها قاعدة تكلم الناس القريبين منهم عشان تشوفها وبرده ما لقيتهاش مريم انتيم ساجدة تقول لها اللي عملتيه ده اكبر غلط يا ساجدة غلط اني مشيت وسبته ومش غلط انه خني كنت يفهمي منه عمل كده ليه مالوش مبرد حقوقه واخدها على اكمل وجه ما اهملتش فيه ولا في والدته ولا ببيته الحمل اتأخر شوية بس الدكتور قال ان احنا فيه امل كبير وبالفعل حصل حمل بس بعد ايه بعد ما عرفت حقيقت مريم بصدمة انتي حامل ساجدة بدموع مصطفى بتعب ما لقيتهاش انا عايزة افهم ايه اللي حصل خليها تمشي خنائة بسيطة بيني وبينها والله خنائة بسيطة يخليها تسيب البيت ساجدة بنته اصول وانا عارفة كده كويس هي ما تعملش كده من فراغ ابدا عملتلها ايه مصطفى يعني هي اللي ملاك وانا شطان انت ابن بطن بس انا عايزة افهم سابتك ليه عملت ايه مصطفى انت مصطفى بعصبية وعدم وعي اتجوزت فيها ايه يعني الشرع حللة اربعة ما غلطتش انا كريمة بصدمة اتجوزت مصطفى توطر واستوع باللي قاله وقال لها امي انا اطعته كريمة بقلم قوي على وشه فمصطفى تصدم كريمة بواجع وقهر ما كنتش اتوقع ان انت هتعمل كده يا مصطفى بتضربيني يا امي علشان اتجوزت واقطع رقابتك كمان ومين بقى الصنيورة خربت البيوت انا يا طنت مصطفى بصدمة نرمين انت ايه اللي جابك هنا نرمين بخبس انا الصنيورة اللي ابنك متجوز كريمة تصدمت ومصطفى تعصب وقال لها ايه اللي جابك هنا يا نرمين امشي دلوقتي نرمين ببرود جاية بيتي كريمة بصدمة بيتك ايه اللي هي بتقوله دا يا مصطفى ايوة بيتي وبيت ابني اللي ببطني ولا ابنك مقلكيش انه كتب لي البيت دا كله باسمي كريمة صدمت وفجأة مسكت قلبها ووقعت على الارض مصطفى بصدمة ماما انت مجنونة يا سجدة عايزة تنزلي البيبي سجدة بدموع مش عايزة اي حاجة من رحته بعد كده انا رواطول امسح سنين عملي اللي قضتها معاي امسح تقومي تنزلي الحم اعقالي كده يا سجدة انت قعدتي خمس سنين نفسك في بيبي ويوم ما ييجي تموتيه سجدة بتوهان ربنا يا سهل معلش يا مريم انا عايزة ارتاح شوية ممكن ادخل انام هتنامي ولا حاجة تانية سجدة قالت لها لا انا هنام وثابتها وقامت دخلت على جوه ومريم بقلت هيلة قالت لها ماشي مريم قامت وراها عشان تطمن عليها فسمعتها وهي بتعيت وهي عملة تقول سمحني يا رب في المستشفى مصطفى بخوفه قالق خير يا دكتور امي مالها جلطة في القلب نتيجة صدمة عصبية جلطة طب هي 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 كويسة هي كويسة صح للأسف ما قدرش اطمنك دلوقتي والدة حضرتك مريضة قلب واي حاجة صغيرة تتعبها عن اذنك الدكتور ميشي ومصطفى وقف في زهول معقول والدتي مريضة قلب طب هي ما قلتش لأي حد خالص وتفكيره جي في سجدة وكمان نرميني اللي في البيت مصطفى بواجع سامحيني يا امي انا غابي غابي في شقة مصطفى وسجدة نرمين وقفة بتتكلم بخبص مع حد مجهول وبتقوله بقولك كل حاجة بقت تمام وانا مش هسيبهم غير لما اخد منهم كل حاجة واخلص عليها الشخص المجهول يقولها طب وامه ترد عليه وتقوله عيبة عليك امه زمانها دلوقتي في خبر كان من الصدمة يعني نصبها كده وكده كده مصطفى ختم في ايدي يعني اجيبه يمين وشمين الشخص المجهول بشر طب خلي بالك من نفسك وعايز اسمع خبرهم كلهم قريب عيوني سجدة بعد ما نرمين نامت قمت اتسحبت ونزلت من البيت رجبت تاكسي وطلعت على عيادة الدكتورة هي تعرفها ومتفق معيها على موضوع الاجهار دخلت العيادة بروعب والدكتورة قالت لها يلا جهزي وبالفعل سجدة جهزت نفسها ونامت على السرير وغمضت عيونها بتعب وهن وفجأة فتحت عيونها قامت وقفت بسرعة وراحت عدلة نفسها يا طارة سجدة شافت ايه وهتكمل عملية الاجهاض ولا لأ ويا طارة من الشخص المجهول اللي كان بيكلم نرمين لو عاوزين تعرفوا استنونا في الجزء التاني لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لينصار لكم كل جديد اختكم صحر خير اشتركوا في القناة